أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان موضوعنا تجلي المسيح المسيح الكامل بلا خطية يعتبر معجزة أخلاقية معجزاته الخارقة كانت واضحة وضوح الشمس أمام الجميع تعليمه المتميزة والفريدة يشهد لها الحكماء والعلماء والفلاسفة لأنه لا يوجد تحت الشمس أو في التاريخ معلم كيسوع المسيح فإذن ما هي أهمية هذه الحادثة اللي بتكلم عنها حادثة التجلي هذه الحادثة موجودة في البشائر الثلاثة في بشارة متة ومرقص ولوقة في الإنجيل المقدس ولكن البشير يحنى بيتكلم أكثر إسهاب وأكثر يعني عن هذا الموضوع عن موضوع مجد المسيح مجد المسيح اللي بيبتدي طبعاً من الإصحاح الأول والكلمة صار جسداً وحل بيننا ورأينا مجده مجداً كمل وحيد من الآب مملوءاً نعمة وحقاً وفي اليوم طبعاً في الإصحاح الثاني اللي هو في إنجيل يحنى مكتوب في آي 11 هذه بداية الآيات قد فعلها يسوع في قانا الجليل حين أظهر مجده وآمن به تلميذه وطبعاً في بيكمل طبعاً في عدة أماكن ولكن بشكل واضح فيه حنى 12 اللي بيتكلم عن صوت الآب مجد وأمجد أيضاً صوت الآب كان صوت مسموع بيتكلم عن الإبن وطبعاً صلاة يسوع المسيح الشفاعي في يحنى 17 عندما يبتدئ بالقول وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته العمل الذي أعطيتني إياه قد أكملته في آية 5 والآن مجدني أيها الآب بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم مرة تانية بوضح لأحبائنا المشاهدين نحن نؤمن بكلمة الله الحية المقدسة نؤمن بعسمة الكتاب ونؤمن أحبائي أن المسيح له وجود قبل وجوده قبل ما أن الكلمة يتخذ جسداً وجوده وجود أزلي فالمسيح حي لا ولن يتغير هو هو أمس واليوم وإلى الأبد فإذن مجد المسيح لا يزول ولكن في ملء الزمان أخذ جسد وهذا الجسد كان يعني مثل أي إنسان لهذا السبب نحن نؤمن كمسيحيون أن المسيح كان إنسان كامل وإله كامل طبعاً والطبيعتين أو يعني متحدتان بطبيعة بشخص واحد بجوهر واحد طبيعة واحدة هو يسوع المسيح ولكن الطبيعة الإنسانية هي كانت زي غلاف لللهوت لأن اللهوت غير محدود فهو موجود من الأزل موجود أو محجوب محتجب في المسيح يسوع ولكن هذه الحادثة على جبل التجلي نرى إنعكاس نرى تغير نرى تحول كما يقول الكتاب في آية 2 متى 17 وتغيرت هيئته هذا المجد البهي هذا المجد الأسنى المكتوب عنه الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأمجاد كل يعني بتعبير عن وجود الله الكامل فإذن هو التعبير الإلهي اللي ظهر في حياة البشر فإذن هذا المجد أحبائي مجد متلألئ متألق مشع بنور يعني بجسد نوراني قوي جدا أقوى من لمعان الشمس هذا ما حدث ليسوع المسيح على جبل التجلي ترجمة نانسي قنقر